اكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين بعد المئة لجمعيات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة هانوي بفتنام ان مشاركة الوفد في الاجتماع اسهمت بشكل واضح في ابراز صورة مملكة البحرين ومكانتها بين مختلف دول العالم واشار الوفد في مؤتمر صحفي عقد برئاسة سعادة السيد علي العرادي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اشار الى ان الوفد حقق اثناء مشاركته في اعمال الدورة نتائج جيدة ومكاسب مضافة لمملكة البحرين حيث حصد ثلاثة مقاعد رئيسية في لجان الاتحاد الدولي الرئيسية وثالث دولة عربية منذ انطلاق اعمال الاتحاد البرلماني الدولي واضاف الاعضاء ان الوفد اجرى ايضا على هامش المشاركة الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود البرلمانية من مختلف الدول بهدف توضيح التطورات السياسية والاقتصادية في مملكة البحرين منذ بدء الاصلاح السياسي وشرح حقيقة الاوضاع الامنية في البلاد والدور الذي تلعبه بعض القوى الاقليمية في تهديد امن واستقرار المملكة بالاضافة الى الجهود التي بذلت من مختلف الاطراف الحكومية والاهلية والشعبية في خلق حوار وطني شامل هذا بالاضافة الى السعي لتعزيز العمل البرلماني المشترك وخلق موقف موحد ومتوافق بشأن مختلف القضايا المهمة والمحورية ذات الاهتمام المشترك ضمن اعمال الدورة والعمل للتباحث في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ قرارات بشأنها خلال الملتقى وفي تصريح أدل بيساعة السيد علي العرادي أن أبو الأولي رئيس مجلس النواب رئيس الوفد لمركز الأخبار أكد أن فوز البحرين بمقعد حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد على أن سجل المملكة في حقوق الإنسان سجل مشرق أحمد الله سبحانه وتعالى على فوز البحرين بهذا المقعد وأشكر طبعا أعضاء الفريق فريق الشعب البرلمانية الذين عملوا لحصول البحرين على هذا المقعد هذه اللجنة كما أسلفت قبل قرية هي لجنة مهمة تؤكد أتصور مسائل كثير أهمها بأن سجل وملف مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو سجل مشرق وإلا لم تكن تلك الدول لتصوت إلى ممثل مملكة البحرين ما تطلع لها من خلال العمل في هذه اللجنة أن أنقل هذه التجربة إلى الاتحاد البرلماني الدولي كما تعلمين بأن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية الدولية والتي أفردت لها اتفاقيات ومعاهدات دولية كثيرة وضعت كممارسات فضلة عالمية أعتقد بأن هناك الكثير من ممارسات التي هي موجودة في الدين الإسلامي الحني وفي أيضا ما نحن عليه من موروث اجتماعي يجب علينا أن نقلها إلى عمل هذه اللجنة ومتبعة لهذا الموضوع معنا في الأستوديو أسيدة سوسا تقوي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك في اجتماعات جمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي أهلا وسهلا بك سيدة سوسا تقوي وفد الشعب البرلمانية حققة في العاصمة الفيتنامية هانوي إنجازات مهمة جدا حصد ثلاثة مقاعد مهمة جدا في مجالات شديدة الأهمية نتحدث عن الأمن والسلم وكذلك نتحدث عن حقوق الإنسان بداية لو تحدثين عن أهمية هذه المقاعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن كوفد شعبة برلمانية نمثل مملكة البحرين وضعنا أهداف أساسية لكي نظفر فيها في اجتماعنا اللي كان في بيتنام من أهم الأهداف كانت هو إبراز مكانة دور مملكة البحرين في ظل مشروع الإصلاح لجاة الملك وأيضا نقل الصورة الصحيحة عن مملكة البحرين لما تنقله وسائل الإعلام المأجورة والمسيسة إضافة على إبراز دور أو استعراض تجربة مملكة البحرين في مجالات المرأة والطفل وتمكين المرأة في مجالاتها المختلفة كذلك خلقنا نوع من العلاقة بين التأثير والتأثر من خلال نقل تجاربنا هذه فحصولنا على هذه المقاعد لم تأتي بشكل عشوائي وإنما لما خلقنا علاقة التأثير والتأثر اقتنعوا المجموعات الجيوسياسية في انتخاب وترشيح مملكة البحرين للحصول على هذه المقاعد فأهمية هذه المقاعد كانت جدا جدا مهمة قبل أن نتحدث عن أهمية هذه المقاعد هذه علاقة التأثير والتأثر هل نتحدث عليها فقط خلال هذه الاجتماعات في فيتنام أن هناك محاولات أخرى وكانت هذه الهانوي أو اجتماعات فيتنام كانت هي المكان الأخير الذي حصد هذه المقاعد أم نتحدث؟ لا ليس المكان الأخير كما تعلمون بأن اجتماعات البرلمان الدولي تعقد مرتين في السنة أحدهما في نهاية مارس وبداية أبريل والثانية في أكتوبر والأخيرة ستكون في جنيف هي نوع من العلاقة التراكمية تكون متراكمة من الاجتماعات السابقة نعم وجهود مستمرة من إن كان الأعضاء السابقين والله إن كانوا الحاليين فهذه جهود مستمرة ولكن تركيزنا في هذه المرة كانت مهمة جدا لكي نحصل ما خططناها لمسبقا فعلاقة التأثير والتأثر أثمرت في الحصول على ثقة الثقة لا تكون بين يوم وليلة فعلاقاتنا التي عملناها من خلال اللقاءات الجانبية سواء كانت في السفرات السابقة أو في الاجتماعات السابقة وأيضا في الاجتماع الأخير حصلنا عليها الثقة بحيث أننا حصلنا على هذا المقاعد المهمة لجنتين دائمتين اللي هي اللجنة الأولى والثالثة اللجنة الأولى تعني بالسلم والعالميين والدوليين واللجنة الثالثة التي تعني بديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة أن في السابق كان عندنا أيضا من اللجان الفرعية هي لجنة التنسيق البرلمانية التي كانت الأخت الفاضلة لطيفة القعود تشغلها ولكن لعدم تواجدها عملنا نوع من التنازل لكي نحصل على اللجنة الثالثة التي تكون أهم بالنسبة لنا التي هي حقوق الإنسان والديمقراطية بالإضافة إلى اللجنة الفرعية التي تعني بحقوق الإنسان البرلمانيين هذه الثلاث طبعا مملكة البحرين يمكن تكون الدولة الوحيدة التي اليوم عندها ثلاث مقاعد في برلمان الدولي سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية وهذا أتى من خلال ثقة البرلمانيين الموجودين في البرلمان الدولي كما ذكرت الثقة لا تأتي بين عشية وضحاها والثقة لا تأتي من فراغ هناك الكثير من الجهود وهناك قام بها وفد الشعبة كما ذكرت في العديد من اللقاءات بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان ما هي الرسالة التي يمكن أن نقرأها من خلال أن تتحصل مملكة البحرين على مثل هذه المجالس رئاسة في مقاعد فيما يخص موضوع حساس جدا يعني هو موضوع حقوق الإنسان وندري كل ما تعرضت له مملكة البحرين من أجل إظهار صورة غير الحقيقية لمجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين فما هي الرسالة من خلال حصول مملكة البحرين على هذه المقاعد التي توجه طبعا هي آلية عمل يجب أن يكون الجميع عارف فيه هي أن وجودنا في اللجان الدائمة والفرعية سيعطينا مجال بحيث نحن نقترح مواضيع تناقش وتدرج لها مشروع قرار وفي النهاية تصل إلى اتفاقية أو إلى قانون فوجودنا في هذه اللجان نبرز دور مملكة البحرين مثل ما قلت لك كهدفنا الأولي هو في ظل مشروعنا الإصلاحي مشروع جاءة الملك الإصلاحي فإن بيّن ما خطط فيه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في الدورتين السابقتين مملكة البحرين اقترحت موضوع جدا هام اللي هو استقلال الأطفال في المسيرات وفي التجمعات السياسية الطفل موقعه الأصلي مكان اللعب والمدرسة ويعيش في حياته نعم فهذا الموضوع أخذ صادة كبير في البرلمون الدولي فنحن تواجدنا في هذه اللجان نؤثر ونضع مواضيع مهمة قد تمسنا يعني اليوم هي قضية العالم هي قضية حقوق الإنسان فنستطيع أن نبرز مملكة البحرين وما خذت فيها من خطوات في مجال حقوق الإنسان أما بالنسبة للجنة الفرعية التي تخص حقوق الإنسان البرلمانيين تدرس الشكاوة التي ترفع إلى البرلمان الدولي من أشخاص برلمانيين موجودين في السلطة التشريعية واجهوا مثلا انتهاكات أو واجهوا أمور معينة يرفعون فيها وتدرس هذه اللجنة القضايا بشفافية ربما اسوأ الأخير نظرا لذيق الوقت كما ذكرت أن وفد الشعب وضع ستة أهداف ممكن باختصار تحددين ما هي هذه الأهداف والله ذكرتها من محور الكلام أحدها مثل ما قلت شامل اللي هو إبراز مكانة البحرين في مجال يعني الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك إبراز تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة وقانون الطفل وما هي الخطوات اللي اتخذتها مملكة البحرين أيضا اللي هو نحاول أن نعطي المعلومات الصحيحة عن مملكة البحرين اللي حاولت الدول المقرضة أو اللي حاولت أنها تنشر صورة خاطئة عن مملكة في وصائل الإعلام المستأجرة والمدفوعة للأجر هذه أغلبها يعني خلنا نقول أهمها أهمها الأهداف والأهداف الثاني اللي هو أن نحصل على المقاعد وهذه كانت أهداف السيدة سوسن تقوي عضو مجلس الشرع عضو وفد الشعب البللمانية المشارك في اجتماعات هانوي شكرا جزيلا لك لحضرك ولهذه التوضيحات شكرا لك شكرا لك